طبعا الخير يا كريم يعني بصبح ليكوا على كل مشاهدة المتابعة قناة النادي الاهلي تحياتي ليك وتحياتي الكابت نهاب المصري قلنا بقى ايه الاخبار اللي عندك يحكينا كده كيف هي الصورة يعني خيري بداية لأسبوعنا في عشر الصبح في الاهلي النهاردة الحد وهي البداية بتدريب الفريق الاول يمكن الفريق استأنف تدريباته اليوم الرابع على التوالي يمكن الفريق بدأ يتجمع الساعة عشر صباحا اللاعبين بدأوا باجراء المسحة الطبية طبعا تمهيدا ان شاء الله للسفر الى تونس يوم السلساء المقبل وبعد المسحة يمكن اللاعبين كلهم خرجوا حاليا زي ما انت شاف الكاميرا من ورايا بيقدوا تمرين الفريق يمكن النهاردة يبقى فيه تمرين وبكرة اجازة ويوم الثلاثة يبقى فيه تمرين صباحي وان شاء الله من بعد التمرين هيبقى التوجه لمطار القاهرة والسفر يمكن زي ما نتكلم بالتفصيل اكتر عن اليوم زي ما نتكلم جمعه الساعة عشر ممكن معظم اللاعبين اللي كانوا مصابين كمان تواجدوا قبل الفريق بشوية ممكن افشا وصل على ساعة تسعة ونص وكمان محمود متولي وكمان محمد هاني طبعا عشان يستكمله برنامجهم التأهيلي وان كان طبعا زي ما قلنا قبل كده مرة نتقنع على شاهد قناة النادي الاهلي ان فرص افشا هي الاقرب ان شاء الله تمهيدا لانه يسافر مع الفريق ويكون موجود في مواجد الترجج في نص في نهاية دور ابطال افريقيا ان شاء الله في مبورات الزهاب لكن الفريق كله بشكل عام مستعد بشكل اكثر من رائع يمكن النهاردة كمان عودة المحترف المغربي بدر بنون يمكن بعد مشاركته في فترة التوقف الدولي مع فريق او منتخب المغرب للمحليين عادة يمكن بالامس مساء والنهاردة موجود في التبرين طبعا حراسة المرمى التبرين قوي جدا بدأ قبل الفريق كمان محمد الشناوي علي لطفي وحمز علاء طبعا مصطفى شبير في المنتخب الولمبي فغير متواجد مع الفريق يمكن اجواء اكثر من رائع كمان بننتظر وصول خلال دقائق كابتن محمود الخطيب الرئيس النادي الاهلي ورئيس البعث ان شاء الله المتجهة الى تونس علشان يجري المسحة الطبية تمهيدا للسفر وكمان علشان يكون متواجد مع الفريق خطوة بخطوة كعادت نبيه وعادت نبيه في الفترات الصعبة دايما بيكون كابتن محمود الخطيب حريص على انه يكون موجود مع الفريق ويأذرهم ويكون رئيس البعث يمكن ده زي ما بنقول بيدي دافع وبيدي حماس اكثر اللاعبين وبيعرفهم يعني اكبر قيادة في النادي الاهلي وهو رئيس مجلس الدارة النادي الاهلي وطبعا كابتن محمود الخطيب بتاريخه كلاعب وكادار وكمان وجوده كرئيس النادي الاهلي مع الفريق اكيد بيفرق كتير يمكن الفريق زي ما قلتلك برنامج الاستعداد من هنا لحد السفر لتونس ان شاء الله هيكون الفريق ان شاء الله اول حاجة التمرين النهاردة بكرة ان شاء الله اجازة لكل اللاعبين يوم التلاتة ان شاء الله الفريق هيتجمع الساعة 9 الصبح والتمرين هيبقى عشرة ومن بعد التمرين هبقى التوجه الساعة واحدة ظهرا لمطار القاهرة تمهيدا للسفر الى تونس يمكن خليها اكلامك بقى على معظم اللاعبين اللي مش موجودين في التمرين النهاردة علي معلول أليو ديانج وولتر بواليا هينضموا للبعثة السلاسة في تونس ان بالفعل هم كانوا موجودين في تونس مع منتخباتهم في فترة التوقف الدولي فهينضموا ان شاء الله بداية من يوم السلاسة لبقية البعثة ان شاء الله في تونس ويكونوا ان شاء الله موجودين في أول تمرين والفريق تتمرم بشكل تامي يمكن لعابة المنتخب الأولمبي مصطفى شبير أحمد رمضان بيكهم أكرم توفيق صلاح محصن ناصر ماهر وطهر محمد طهر هينضموا للتدريب الأخير قبل السفر يوم السلاسة ان شاء الله يكونوا موجودين مع الفريق وهيتمرنا معه بشكل طبيعي ومن ثم ان شاء الله السفر والتحرك لمطار القاهرة تمهيدا للسفر لتونس زي ما قلنا يمكن بدريبانون كان أول الواصلين من المحترفين وموجود البرنامج التأهلي اللي عابين بيصير بشكل أكثر من رائع ان شاء الله أماننا كبير جدا ان ربنا يتم الشفاء أفشى على خير ويكون موجود مع الفريق طبعا أفشى من العناصر الأساسية والمهمة محمد هاني ان شاء الله ومحمد متولي ان شاء الله ربنا يصل الحال ويكونوا موجودين بإذن الله بداية من مباراة العودة هنا في القاهرة وان شاء الله الفريق يكون جاهز وكل التشكيل متاح أمام مستر بيتس ومسيماني عشان يختار الحضاش اللاعبين ان شاء الله اللي يبدأ بيهم المباراة وان شاء الله يكون النادي الأهل أي حضاش اللاعب في الملعب ربنا يكتب لهم التوفيق ويكتب لهم الفوز ان شاء الله يعني استكملا لحديثك مع كابتن أهاب المصري في الستوديو مباراة كبيرة طبعا لكن النادي الأهل اتت دايما على الفوز في تونس وكمان خاصة أمام الترجي يمكن النادي الأهل طبعا نتائجه تاريخه معروفة أمام الفرق التونسية وان شاء الله أماننا في النادي الأهل جبير وان شاء الله يعني تكون خطوة قريبة جدا متقربنا من البطولة العشرة واللقب الغالي على كل قلوب جماهير النادي الأهل في كل مكان الأجواء أكثر من رائعة يمكن درجة الحرارة عالية بقى نكلمك على الأجواء هنا في النادي درجة حالة عالية شوية لكن طبعا اللاعبين خلاص مفيش وقت كان أجازة 6 يام بقى أن 4 يام يعني ده 4 يوم على التوالب نتمرن السادات بيصير على قضب ومساق ممكن الأجواء في النادي كلها بشكل عام أكثر من رائعة الملعب تم تجهزه بشكل أكثر من رائعة عشان يحتضن تدريب النادي الأهل النهاردة ممكن كمان عاوز يعني أروح لأبطال تاني في النادي الأهل ونعرفك على آخر السادات ممكن فريق الطايرة بالنادي الأهل الفريق الأول رجال يمكن صعد لدور الثمانية كان في دور الاثنين وتلاتين تغلب على الشائقات دخان 3-0 وفي دور الستاشر تغلب يوم الجمعة على فريق الطيران 3-0 وصعد بالفعل لدور الثمانية هيقابل إن شاء الله غدا الاسنين على صالة الأمير عبدالله فيصل هنا بالنادي الأهل في السادسة مساء هقابل فريق الترسانة إن شاء الله يكون الفوس حليفه من توفيه الأهل يصعد لدول الأربعة إن شاء الله هيبقى في انتظار مواجهة الفاز من الاتحاد وهليوبلس وده هيبقى على صالة هاية قناة السويس بالإسماعيلية يمكن المباراة قبل النهائية والنهائية هيبقى الخميس والجمعة إن شاء الله هيقاموا المباراتين على ملعب محايد في صالة هاية قناة السويس بالإسماعيلية إن شاء الله يا رب نتمنى يعني ربنا يكلل مجهود فريق الماسترز أو رجال الطائرة في الأهل بمجهودهم بكل التوفيق يمكن الفريق عمل بطولة المحلية الدوري فاز بيها ويكملهم بالصنائية يعني اللقب للموسم التاني على السويس بحق السنائية يمكن فريق الأنسات سبقوا أخد الدوري وأخد الكاس ودع أهدنا دايما بفريق الطائرة في النادي الأهل يمكن كمان يعني انتصارات الطائرة مستمرة على طول فريق 15 سنة كمان اتغلب بالأمس على هوليليدو في بطولة الجمهورية تحت 15 سنة أعتقد كلها إنجازات وكلها فائل خير إن شاء الله إن فريق القدم يعني زيما نقول للعبة الشعبية الأولى في مصر وفي العالم كله إن شاء الله يحقق كل طموحات جماهير النادي الأهلي ويكونوا عند الموعد ويكونوا عند صيخة كل جماهير النادي الأهلي فيهم وربنا إن شاء الله يكتب لنا التوفيق والنجاح وتبقى الخطوة الأولى من تونس أول 90 دقيقة والشوت الأول من مباراة الدور نصف النهائي ونكون موفقين فيها ونحقق نتيجة إيجابية ويبقى الاكتمال هنا إن شاء الله والسعود في مباراة العودة 26 إن شاء الله ويكون النادي الأهلي في النهاية وينتظر الفريق الآخر يوم 17 يوليو إن شاء الله والتتويج بالنجمة العشرة كلمة الكريمة